أوضاع استثنائية يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا والتي وضعت العديد من القواعد الخاصة في التعامل لسيما في الحضانات التي تهتم برعاية الأطفال دون الأربع سنوات الأمر الذي دفع وزارة التضامن الاجتماعي ببحث العديد من المقترحات الخاصة بالحضانات وكان القرار في النهاية هو استمرار العمل بالحضانات وتقليل الكثافة إلى 50% لتوفير خدمات الرعاية والتعليم للأطفال وللتحقيق ذلك وضعت الوزارة شروط وإجراءات للحفاظ على صحة الأطفال وتوفير حياة أفضل لهم داخل الحضانات الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بهدف حماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفوضلة لهم أهم هذه الإجراءات أن خفضنا نسبة الأطفال داخل الحضانات لـ 50% منعاً للتباعد الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلام للأطفال علشان الحضانة تفتح كمان ونديها ترخيص بالفتح في ظل هذه الجائحة لازم يكون فريق عمل مدرب ومؤهل لكيفية التعامل في جائحة كورونا أن الأطفال يكون فيه تعقيم مستمر داخل الحضانة قرار عودة الحضانات للعمل يعتبره البعض قراراً في مصلحة الجميع الأطفال والأسر وكذلك أصحاب الحضانات والعملين فيها بعد أن فقد الكثير من الأسر مصدر دخلها بغلق هذه الحضانات في حالة ثبوت حالة اشتباه داخل الحضانة الحضانة لازم تكون مجهزة بغرفة عزل طبي وبيكون فيه طبيب متابع بشكل مستمر للأطفال لو فيه اشتباه حالة بيعزل الطفل لحين العرض على الطبيب المختص دي جزئة جزئة الأهم من كده أنه لازم يكون فيه وسائل توعية داخل الحضانة من ملصقات من وسائل توعية عن طريق المشرفات أو الأخصائيات من ضمن الإجراءات الحضانية برضو أنه نمنع دخول الزائرين أو أسر الأطفال داخل الحضانة في هذه التوقتات منعاً لحدوث أي اشتباه أو أي حدوث أي مكروه لطفل أو لمشرفة الحاجة الأهم من كده أنه فيه متابعة جيدة جداً من الوزارة بشكل مستمر عودة العمل بالحضانات في وضع استثنائي يتطلب من القائمين على هذه الحضانات والعملين فيها وكذلك الأطفال التعايش مع بيروس كورونا بشرط التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مع الحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس والاهتمام بعملية النظافة الشخصية للطفل إلى جانب غسل الأيدي باستمرار لضمان إعادة الحياة إلى طبيعتها وسيرها بطريقة آمنة وفعالة